أهلا مع حضراتكم الجديد. بنكمل مع حضراتكم النهاردة ومشاركتنا في حملة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للتوعية بمخاطر الإدمان. ما فيه شك إن التدخين واحد لمصادر الإدمان اللي محتاجين إن احنا نتخلص منها ونتكلم فيها أكتر مع الشباب ونتكلم فيها كمان عن مخاطره. عشان كده النهاردة إحنا عايزين نسأل إزاي شبابنا ممكن يبطلوا العادة السيئة دي. عشان كده معانا في الستوديو الدكتور وائل صفط استشاري البطنة وعلاج التدخين ورئيس اللجنة الدولية لعلاج إدمان التبغ. أهلا وسهلا بحضرتكم. أهلا بحياتكم سيد محمد. مبسوط إن أنا معاكو تماما. من أورنا إحنا لسعاد الله بحضرتك. ربنا يتخلينك. فكرة الشركة المتحدة إزاي أطلقت حملة كبيرة زي كده للتوعية بالإدمان. حدك شايف الحملة دي أهميتها إيه في الفترة؟ الأول بشكورك طبعا على اهتمامكو بالقضية وطبعا البرنامج الأشهر في مصر وبيصل إلى المسؤولين والناس. فده شيء جميل والمتحدة بقوتها وكيناتها الإعلامية الكتيرة اللي بتنتج الدراما والبرامج طبعا والحملة الجميلة اللي عملها. وحتى كمان في حملة كمان بتعملها للتوعية كمان للأطفال على حاجات مختلفة كمان. مش بس الحملة بتاعت الإدمان. لما بنتكلم على التدخين بالتأكيد أنا يعني هقول تصريح شوية إيه خطير شوية أن أنا بعتبره أمن قومي. يعني الكلام ممكن يكون شكله ضخم وفيه مبلغة. بس حالة بنتكلم على حاجة بتضر الشباب اللي هم 40 أو 50% من المجتمع. حاجة تانية بتضرب جهود الدولة. الدولة الحمد لله بتعمل قوام الانتظار. حملة مئة مليون صحة بتعمل حياة كريمة كل ده والتدخين بيجي يسحب الشباب إلى عالم الإدمان بشكل كبير. الفيب وانتشاره بدون رقيب ولا حسيب. وطبعا ما نعرفش الجوز اللي بيكلموا عليه جوز أو الليكويد اللي بيتحط جوه المنتجات ده عامل إزاي. التبغي المسخن اللي طالع موضة جديدة وفي كل المولاد بقى مسموح بيه دلوقتي. فيه شريحة إلكترونية بترصد الشباب بيستخدم أنهي نوع. والصبح ولا بالليل. فكل ده معناه إن فيه استهداف لدولنا. وطبعا الجوز بقى بتاع الحاجات المهربة. السجاير المهربة والحاجات دي برضو ما نعرفش محتوياتها عاملة إزاي. وللأسف الشباب بيروحوا ليها بسرعة لأنها جذابة. أشكال مختلفة الجوزز مختلفة بيعملوا لهم مراجانات. طبعا وفيه نكهات ليها كمان. والغريب كمان زي ما حدقك قلت إنه الأماكن المغلقة المولاد. ما فيش حد بيمنع حاجة زي دي. خالص خالص. ده بيساعد على انتشارهاك. الأهم حتة عدم الرقابة. لأ طراما ما فيش رقابة فمسموح للشخص اللي هو غير مدرب ومش فاهم ولا عنده علم. إنه هو يجيب كذا على كذا. وفي حوالي مثلا هم نتكلم في 3-4000 نكهة من النكهات. وعلى دعوة بقى إنها أو ادعاء إنها أقل ضررا أو نسبة السموم أقل بنسبة 95% على أساس الخمسة في المية دي. يعني شوية سم كده. سم عرفيس كده. مش بسيطة. ببلوها. وفي نفس الوقت أحط كذا على كذا ويطلع لي إيه في الآخر وجلسرين وجليكول. في مرض اسمه رئة الفشار بقنا بنشوفه. دلوقتي في الناس اللي بتفيب. أنا بقولها بتعبيرهم. باللغة الدرجة. اللي بتفيب أو بتشرف فيب بأنواعه بقى. الـ M.T.L. والـ Direct to Lung. يعني أنواع مختلفة. والسحاب الدخان اللي بتطلع من العربية. هو ده اللي بيخاليهم بيقبلوا عليه على فكرة. جدا. والأشكال بتاعتها مغرية لدرجة إن أمريكا. أمريكا الـ FDA سمحت بالحاجات دي. بس قالت ما تستهدفوش الشباب. كمية شباب سنوية في أمريكا. وطبعا عندنا برضو في بلادنا كبيرة جدا. أنا أولادي 16 و20 سنة. 70-80% من صحابهم بيشربوا حاجات مختلفة. سواء شيشة أو فيب. وبيخشوا حتى في بعضهم إلى عالم الإدمان. الحاجات اللي هي ممكن دلوقتي بقت الشابو والفود. حاجات كتيرة. حاجات مخلقة. هل هي طريق يعني بيبتدي بالسجاير العادية أو أنواحها بقى المختلفة إلكترونية أو غيرها؟ ويبتدي بعدها الطريق ده ياخدوا لشوية كمان قدام؟ بالزبط بالزبط إحنا كنا لسه في حملة أساسا مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان. والمعهد القومي لأورام لتكشف عن أورام الرئة. في أحد المناطق مش عايزة أذكرها يعني كمية الناس والشباب اللي بيجونا بيشرب سجاير أو شيشة ومعها حاجة اسمها باودر. باودر ده برضو مخلق. الفودو. الشابو طبعا والحاجات دي. لدرجة أننا يعني كنت سايفهم أن هما سايفينها عادي. يا حشيش. يا القصة دي بقت ممتشرة جدا. ونس غريبة يعني ناس اللي هما اللي بينظفوا الشارع. يعني شركة نظافة. لقيتم طالعين لنا في المكان اللي احنا موجودين فيه وبيقول لي أنا عايز أبطل تدخين وأبطل الباودر. واكتشفنا حالة من الحالات طفل عنده عشر سنين عنده سرطان رئة. المفروض سرطان الرئة ده بيجي على سن كبير. وطبعا بيجي تسعين في المية من الحالات أو المسببات وهو التدخين. يعني لو جبنا عشر أشخاص عندهم سرطان رئة. تسع هايبقوا مدخنين وواحد بس اللي بيش هيبقى مدخن. فلما يبقى فيه ولد طفل عنده عشر سنين وعنده هذا المرض وطبعا مدخن. وتسعوا الحضارات ممكن يكون من الواحد في المية يعني. ممكن طبعا. لكن الحالة دي طبعا. الطفل ده مدخن. احنا اكتشفنانا يعني عندنا نكلم بعض ساعتها الكذا. يعني كنا أنا كذا دكتور وكذا حد في الحملة استغربينها جدا طبعا. وزي ما قلت اللو ستاندرد بقى فالقصة دخول الشباب والناس إلى عالم الإدمان لدرجة برضو أن احنا بنقول دلوقتي دراسة عملها لسندوق مكافحة الإدمان إن لو فيه برضو ميد مدخن ميد سوري مدمن فاحنا بنتكلم على تسعين واحد منهم بدأ بالتدخين السجارة وعشرة ما بيدخنوش بيأخذوا حاجات بقى منشطات للرياضة مش عارفت اي حاجات كده فالموضوع رهيب وفعلا أمن قومي وده حتى كمان اللي خلى جهات دولية تيجي تساعد وزارة الصحة ولسه عاملين حاجة حاملة اسمها متحدون ضد الطبغ أو من غيرها أحسن دي جميلة جدا وعملوا حاجة أنا شايفها جميلة كمان إن احنا ننشرها دلوقتي قبل مؤتمر الملاخ عشان نبين العالم قد إيه مصر بتعمل اهتمام بشبابها وكده هي دراسة اسمها دراسة الجدوة الاقتصادية للتبغ يعني احنا بنستخدم التبغ في مصر بيدخل ضرائب للدولة قد كده بس في الناحية التانية بيجيب سرطان بيجيب أمراض في القلب وبنعمل لهم أساطر وطبعا أمراض أخرى بقى في السيدات وفي الأطفال وفي الرجال واللكيميا أمراض لا حصلة لهم لدرجة أن أنا أقدر أكد أن ما فيش خلية من خلايا جسم المدخن والمحيط به مش هتضر بس إمتى وإزاي تختلف من واحد للتانية تمام طيب من واقع خبرتك في التعامل مع حالات كتيرة جدا من الشباب المدخن إيه ممكن الحاجات اللي تخليهم يقلعوا عن هذه العدسية وقال مهم جدا جدا وهو أول طبعا حاجة الإعلانات ووجود تدخين جنب اللعب في السوبر ماركت عند الكاشير وإذا واحد مثلا داخل يشتري حاجة في السوبر ماركت جبنا مثلا وطالع يحاسب حيشوفه عند الكاشير وجنب البطاريات والحاجات دي طبعا موجودة في كل الأكشاك وطبعا فيه طبعا أكشاك بقى شكلها روش وجميل ولذيذ بيجذب الشباب دي أول مشهد وطبعا عرفنا طبعا من شركات التابعة بتستهدف الشباب لأنه زبون حلو يعني زبون حيفضل معها مكمل معها حتى بيختاروا مكان وضع منتجاتهم في السوبر ماركت في الأماكن الأكتر يعني يتعرض للعين وأنا بحاسب وأنا أكتر وقت لحب أوقف عيني مستنية في دوري فهتبقى شايفة قدامي دايما الأماكن اللي تبغى تبغى موجودة في أول السوبر ماركت يعني في الأماكن وفي الآخر يعني لازم هتعدي عليه هتعدي عليه والكشك اللي جنب المدرسة وجنب الجامعة وجنب النادي يعني استهدفهم وطبعا شكله شيء كوروش جميل جدا دكتور بس ده بالنسبة للمدخن لأنه لو واحد مش مدخن أنا مش مدخن وبشوف قلب السجائر موجودة في السوبر ماركت جنب الكشير ما ببوصش عليه أصلا لما هو الإغراء الأولاني بيبقى تغفرها جنب سهلة بابا بقى بيدخن الفنان الفلاني بيدخن بشوفه بيدخن فعندي صورة ذهنية إن المدخن ده حاجة جميلة الشركات بتعمل حاجة ذكية جدا بتقول يعني ما كتب على علبة السجائر للبالغين فقط يعني حضرتك لما تجبر لما تبلغ يعني شوف وعمل الحملة كده حملة منع تدخين الصغار يعني أنت لسه صغير لما تجبر بقى 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 دخن فبيبقى عنده رغبة إنه هو يجرب انتشار الكافيهات والأنا بسميها أماكن التدخين بقى اللي هي الكافيهات بشكلها بناكهاتها بيستقط بالسيدات بقى أنا بنشوف سيدات كثيرات لأنه وبيتقابلوا هناك يعني خطبا خروجة بقى والشباب هيضيع وقته فين ودي طبعا إهضار حتى برضو لوقت الشباب بدل ما يعمل حاجة رياضة بدل ما يعمل حاجة بيروح يشايش وطبعا بقى نكهاته الأنواع المختلفة الحاجة الثانية أنه هو بيدمن يعني بعد شوية صغيرين أول لما يبتدي أسبوعين ثلاثة كده من التدخين النيكوتين يخش يعمله حالة مزاجية معينة فبيدمن وده اللي بيخلي أي مدخن بعد كده يبقى صعب أنه يقلع أدي له معلومة يطنشها أقول له أنت أدمنت يقول لي لا لا ما أدمنتش أنا في أي وقت أبطر والعكس لما أقول له أن ده عادة يقول لي لا لا أنا مش عارف أبطر عشان أدمنت يعني هو معي في النحيطين يعني فالمهم في الآخر أنه هو يكمل فالشباب بنقول لهم دايما ما تدخلش رجلك ما تضغصش في بحر الزفت لأنه كل لما تحط رجلك زيادة مش هتعرف ترجع يعني الوقت الأولاني ده بيبقى نحن نسميه الهانيمون أو شهر العسل بتاعت التدخين الرواشة والشكل والعلبة والحاجات دي تفهمونك وطبعا الفيب بقى علشان بقى أخناعه هو شايف الشكل الحلو والألوان البراقة والشكل الاجتماعي أو في البعض بيعتقد أنها قد تكون البنات أكثر جمالا مثلا ولا يعني لفتل النظر أكتر لو هي بتشرب سجاير أو بعض الأولاد بيعتقد أنه دي من مظاهر الرجول يعني في أفكار كده اجتماعية مغلوطة كتير ممكن بتكون بتنشر احنا عايزين نعكس نعم مش عايزين ننشر احنا عايزين نحد جربنا فكرة أن احنا نقول مدار التدخين ما عملتش نزيل ايه اللي نقدر نعمله بقى المرة دي علشان نقول بطل وتدخين بس يكون جايب نتيجة فعلا هو على فترة الشركات كمان بتستهدف الشباب بالنكهات المختلفة ودي شكلها كذا وده كريز وده شوكولاتة وطبعا صانعي الفيب والكلام ده بيعمله نفس القصة والسيدات بيدولهم الكلم اللي هي اللذيذة وشكلها حتى لوانك فيب مثلا بنات دلوقتي ممكن تلبس تستخدم فيب لونه مش هافي مع اللبس بعد عشرة، خمستاشر، عشرين سنة وممكن يبقى ضرر غير مارئي يعني أنا مثلا اتنين من أعمامي توفوا بسبب التدخين بس ما كانش التدخين ما كانش بيش بسجارة وميت في ساعتها على طول إنما عشان التدخين حصلت له جلطة والتاني برضو نفس القصة حصلت له جلطة فمحدش بيشوف الضرر ده فنقوله على حاجة بتنفعه في حضرتها أبناء العيلة بقى يعني حذك ذكرت المثال دلوقتي ولاد العيلة الشباب اللي موجودين في العيلة هل شايفين دول مثالين قدامهم لناس مدخنين ودي كانت نهايتهم فلو كان حد فيهم بيفكر أن يدخن أو بيدخن هو يقلع عن التدخين للأسف لا بما فيهم أنا أنا نفسي كنت مدخن في فترة من فترات حياتي أو لما أول يوم أبطت فلوسي من الامتياز فروحت اشتريت علبة مش عايزة أقول إسمها يعني هي ما بقتش موجودة يعني نعناع بالنعناع ولذيذة وكملت بقى في كل الأنواع بطلت بعد 13 سنة بس استحضرت عمي الفلاني وعمي التاني لما كانوا بيدخنوا واحد منهم حتى ماتوا في إيده السجارة بس كانت جلطة هي بس استحضرت المشهد ده وكلنا حتلاقي حوالينا ناس جالوا سرطان بس أنا مش رابط الموضوع جالوا جلطة في القلب بس أنا مش رابط الموضوع لدرجة أن في ناس بتخش أنا في معدى القلب ومعدى الأورام في ناس بتخش تبقى متشخصة خلاصة هو قلب بس يطلع يشرب السجارة مش وصل له خالص إن ده هو المسبب لده فلازم ندلهم معلومة رئتك دلوقتي النفسك شكلك رحتك مش هتبقى كول صحيح مش هتبقى شكلك لذيذ وده دكتور اللي خالها ننزل للشارع ونسأل الناس ونسأل الشباب عن المخاطر للتدخين وأهمية الإقلاع عن التدخين الحفاظ على صحتهم خالها نشوف الناس قالوا إيه ونرجع مرة تانية نكمل كلام التدخين ضر بالصحة جملة بنسمحها كتير وبنشوفها أكتر ورغم ذلك فيه كتير من الشباب بيسروا إنهم يدخنوا النهاردة هنعرف إيه السبب وكمان هنعرف سبب التدخين عند الشباب رغم معرفتهم بخطورة التدخين قولي في البداية أنت بتدخن ولا لا؟ لا 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 أنا بدخن بس بسيط يعني مش بشارها آه بدخن لا أنا ما بدخنش بدخن من 15 سنة بدخن والله الحمد لله ما بدخنش لا ما بدخنش بدل السجائر والكلام من ده بدل ما تدر صحتك ممكن تنزل الصبح تجري شوية تمرن تنزل جيم أولا أنت تدخن مدر للصحة بدل يعني الفلوس اللي الواحد يصرفها على السجائر وكده فالواحد ينزل جيم يجري يعني يعمل بقى أي حاجة مثلا ممكن أنت ما بدخن مثلا وفلوسك اللي أنت بضعها على السجائر والكلام ده ممكن مثلا تطلع مثلا جزء منها لله مثلا تجري مثلا أي حاجة لك تستفاب بيها أنا ما بدخن صراحة وكنت أدخن قديم وطرقت الدخان والله الحمد حاجة مش كويسة وبضوي الإنسان وبحاول أساعد كل صحابي اللي هم يمنوا عن التدخين يعني شكل التدخين كتير يعني من ضمنها أن لما تصح الصبح وتلاقي نفسك صدرك قافل خالص دي حاجة بتضيع عمك وبضيع فلوسك وبضيع حاجات كتير هتفيدك في المستقبل لما تدخن دلوقتي يعني حاول تبعد عنها من دلوقتي والله هو لسه مفيش مشاكل بس ربنا نستورها في اللي جاي بقى الدخان مظهر في الصحة ومكلف مادياً ومكلف دشادياً التدخين بيدمر الصحة وبسبب الوفاة وكان بتحرق فلوس حرام يعني مشاكل التدخين طبعاً بتضرب كل حاجة لو واحد جاله شهد برد ببقى البرد المضاعف لأي من قد ما بيدخن قول انت بدخن من وانت عندك كم سنة وإلا غالاك تتعلم التدخين اوه بقى ليت سنة بالزبط اللي بيخلي الشباب تدخن في اللي عنده هموم فبيطلعها في السجاير ودي برضه مش سبب مقنعة وفي اللي مسلاً بيشربه عشان اللي هي بيروشانة عشان ياجب حد أو كده تعرف انت هي تعود اللي هو أصلاً هو مش كيف هو تعود ولعها والسجاير في جيبي يعني أنا متداي من حاجة الوقتي راح يجيب علبة السجار وانت بتسجل معايا كده بدأت دخن سنة واحد وعشرين وعشرين سنة وبعدين كان صديقي يعني بيهزار كده وتاع بيعزم عليها بسجارة حتى منه فتماديت يعني بنسرف مية كله عن تلتمائة وخمسين جنيه ولا ربعمائة جنيه في الشهر المفروض يعني بيته ببقى أولى بالفلوس دي يعني علبة السجارة على ما أسمع عشرين تقريباً خمسة وعشرين حاجة زي كده في الرنج ده علبتين في خمسة وثلاثين سبعين جنيه سبعين في الثلاثين ما يعادل مثلاً بتاع الفي جنيه مش أقل من ثلاث تلاث مش عارفة الموضوع مش مرتبط بالمستوى الاقتصادي نحن شايفين مستويات اقتصادية مختلفة في التقرير وشفنا أراء مختلفة في الناس كثير جداً قالت أنها مش بتشعب سجار ومش عارفة مين بقى اللي كل الناس اللي بتشعب السجار التانية ما دم كله بتشعب سجار لكن اللي موجودين في التقرير بيتكلموا عن أنهم عندهم استعداد أنهم يصرفوا جزء كبير وأرقام اتقالت في التقرير حريك قلت أن في بعض عمال النظافة اللي قد يكون دخلهم بسيط جداً يعني لو هو مثلاً بياخد رقم بسيط حيصرف نصه على شيء مضر لصحته وبيته بيكون بيعاني من نقص أي حاجة تانية بسبب أن الفلوس تصرفت على السجار أكلمه إزاي علشان يقتنع إذا هو مستعد أن يضحب نص دخله علشان يشتري شيء مضر أنا يعني بسيط طويل بالتقرير لأن طبعاً النسبة الأكبر هم الناس غير مدخنة أو اللي بتقول إنها ناوية تقلع بس فيه واحد قال أنا ما حصل ليش مرض لحد الوقتي بس ربنا يسطرها سيبها على الله يعني هو خلاص مش فارق معاه ده بقوله إن لا فيه ضرر يعني حتى بيبقى معي جهاز وأغلب عيادات التدخين فيها جهاز بيئيس نسبة أول أكسيد الكربون اللي هي المادة السامة اللي موجودة في التدخين بنوعية الدخان والشيشة وده موجود ولقتي في أكتر من عيادة من العيادات فده بيثبت للشخص إن هو لأ فيه ضرر دلوقتي وطبعاً لو عملنا رسمة قلبة وعملنا حاجة ودي أحد الوسائل الإقنع لأن فيه دائماً تبرير أحد برضو الناس في التقرير بيقول الضغوط والمشاكل ودايماً أصنا فيه مشاكل وأنا بطلع عرفي فيها وطبعاً الحتة بتاعت أنا ما حصل ليش ضرر دي دايماً بنسمعها هل ده كان بسبب الدراما؟ زمان كنا نتفرج في التليفزيون يقوم مولع سجارة وحاطت قدامه في إنجان القهوة كده يبقى هوا حزين مثلاً هل ده بسبب الدراما نشرت الفكرة أصلاً في الأول؟ أنا بخصور جداً يا أستاذة طبعاً منها لأن الفكرة ودايماً كنا حتى بنقولها للفنانين مش عايز أسكر أسماءهم يعني بيقولك أنا بعكس الواقع يعني طبعاً زمان كان فيه أشخاص مع نعمات حمدي يحيا شهين رشدي أبازة كلهم الجان بتاع السينما ولازم السجارة بتطلع بدون سبب لأن حالياً فيه أفلام كاملة فيلم معمول على السجاير يعني إن أنا برول في الأول وبطلتها في الآخر مش عايز أقول إثبتها عن الفيلم ولا الممثل أو إن أنا بعمل فيه أحد الأفلام كل الأبطال بيدخنوا وفيه ممثل جميل اللي كلنا بنحبه برضو مش هاشكر أسمه بس برضو دائماً في أفلامه برغم أنه جاله جلطة في الرئة وطلع والده قال إنه ملهاش دعوه بالتدخين ومكمل في أفلامه كلها ومسلسلاته الجميلة اللي كلنا بنحبها مكمل فحطة الدراما دي مهمة جداً شوفنا في رمضان اللي فات الشركة المتحدة قد إيه قلصت المشاهد وده يتماشى مع الحملة الإعلامية اللي بتطلقها فكرة تقريس المشاهد اللي لها علاقة بالتدخين أو بالعمف يعني خلق شكل مختلف فيه أو خلق صورة ذهنية بقى الناس عشان حتاخد طبعاً وقت على ما تعتاد ولكن لازم نبتدي أستاذ حسام صالح كنا في كذا لقاء مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان كان بيقول كده إن إحنا فعلاً حنا حاول نغير وكان فيه مسابقة وجوائز لأقل الأعمال الدرامية مشاهد إدمان أو مشاهد تدخين واليوم ده كان جميل جداً لأن أحد المنتجين قال إن أنا ما كنتش عايز ولادي يدخنوا فأنا بقدم في المسلسل ده اللي هو خد أعلى نسبة مشاهدة في رمضان برضو مش عايز أذكر إسم من المسلسلات الجميلة اللي هو متكد عن مسلسل أجنبي وطلع هذا المنتج وقال إن أنا بحاول إن أنا أنقل فطبعاً الإعمال الدرامية مهمة أو إن إحنا ناخد بالنا منها وعشان كده نفسي المتحدة مع الحملة الإعلامية ديت نفس الحملة كمان تبقى تدخين لوحده وإدمان لوحده لأن الناس كتيرة مش ربطين يقول لك أنا يعني إيه اللي جاب الإدمان للتدخين إدمان مجرم السجاير في كل حتة موجودة فلازم الرسالة بس هو رسالته وأنا بكلم المدخن لازم أديله حاجات مختلفة خالص عن المضمن لأن هو مش بيفقد وعيه ومش بيفقد حياته ومش بيزرع عشان يشتري سجاير يعني القصة بتختلف لازم التعامل معي يكون مختلف شوية حضرتك ذكرت النقطة مهمة جداً وهي اللعب على الحالة النفسية للشخص نيجي للأطفال نقول لهم من دي للبالغين فقط أو للكبار فقط فبالتالي يقول لك لا أنا كبير أنا هشرب سجاير تيجي بعض النظرات للسيدات أن هما ما بيدخنوش لا إحنا كمان فالسيدات ياخدوا الموضوع لا أنا هدخن في أي مكان أنا حرة فيدخلوا ويدخنوا هما كمان فالنتيجة أن كل الناس بيتدخن في النهاية فعزي من حالك نصيحة كده أو مجموعة من النصايح للناس عشان تقلع عن التدخين وتبتدي الناس كمان يكونوا سفراء لهذه الحاملة ينصحوا هما كمان إخواتهم وزمانهم اللي يدخنوا ربنا يا خليك وطبعاً سبعين في المية من الشعب المفروض غير مدخن إحنا البالغين من الرجال الأكثر من 18 سنة بيدخنوا يعني حوالي نصف الأربعين في المية منهم بيدخنوا والشباب إحنا نتكلم من الخمستاشر لعشرين في المية فالأكثرية هما غير مدخنين فهنا لازم تبقى عارف يا غير مدخن أنت لازم تساعد يعني تعذر اللي بيدخل أننا ندخل في عالم الإدمان ودماغه مش هتستوعب الكلام اللي انت بتقوله له بس تديله من الحتة بتاعته ما تقولهش الضرر والمرض والسرطان عندما هتقوله صحتك فلوسك إعلقتك بربنا حاجات هو يلمسها في وقتها الشخص طبعاً اللي عايز يبطل لازم طبعاً يعني نديله الوعي والأجهزة ونديله المساعدة والأدوية وعشان كده أنا يعني عايزاً البقى مش نصايح للمدخن وغير مدخن للدولة يعني أنا نفسي نحن نستغل مؤتمر المناخ نصدر أو السيد وزير الصحة وهو رائع ومهتم بالقضية جداً يكمل في حملة كشف على سرطان الرئة الكشف المبكر على سرطان الرئة ويصدر الدراسة أو يفرج عن الدراسة اللي اتعملت من سنة وعملها منظمات دولية معنا الـ UNDP وكذا جهة كانت موجودة وتعملت وتحطت في الأدراج تظهر دراسة الجدوى بتاعة أهمية مكافحة التدخين مهمة قوي أنه هو يفعل دور حاجة اسمها اللجنة العليا للتبغ مهمة قوي أنه هو يرائب ويصدر مراقبة للفيب لأن الفيب ده خطر حوالي مليون شخص بيستخدمه في مصر فحاجة مرعبة عيادات التدخين طبعاً والحاجات دي لازم مهمة جداً والمتحدة يريد الحملة تبقى تدخين وإدمان مع بعض ويريد الأعمال الدرامية أرجو أن نحن نهتم نحاول ننقل الشعب بفيديوهات ودراما جميلة تنقله لسلوك أفضل وليصحة أفضل إن شاء الله بكل تأكيد بنشكر حضرك صبعاً شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً ونورتنا الدكتور وائد صفط استشاري البطنة العامة وعلاج التدخين ورئيس اللجنة الدولية لعلاج إدمان التغبغ ألف شكر لك يا دكتور بناخد لك شكراً جزيلاً أن حضرتكم ترجمة نانسي قنقر